هذا هو هاتف أوبو رينو 2 الذي يعتبر هاتف من الفئة المتوسطة والذي يهدف إلى توفير الكثير من المميزات الموجودة في هاتف رينو الرائد بقدرة تقريب 10X ولكن بسعر منخفض فهل سينجح في ذلك؟ معكم مندر العلي وهذه مراجعة لهاتف أوبو رينو 2 يعتبر هاتف رينو 2 هاتف متوسط بمواصفات متقدمة وتصميم جذاب مع إمكانيات تصوير مميزة بالإضافة إلى كاميرا السيلفي المنبثقة والمعروفة في هاتف رينو بزعرفة القرش مع خلفية زجاجية من نوع غريلا غلاس ومن الأشياء المناحضة هنا هي مصفوفة الكاميرات غير البارزة التي تتواجد خلف الزجاج وأسفلها الدائرة الصغيرة البارزة التي ترفع سطح الهاتف لكي لا تنامس منطقة الكاميرات السطح عند وضع الهاتف ومن ناحية الحماية يتوفر مع الهاتف واقع من البلاستيك جيد الصنع مماثل لملمس الجلد ومن ناحية مقاومة الماء فالهاتف غير مقاوم للماء يقدم هاتف أوبو رينو شاشة كاملة بحجم 6.5 بوصة من نوع اموليد تعمل بدقة 1080x2400 بيكسل ومجال عرض 20 على 9 وبكثافة 401 بي بي آي وهذه الشاشة محمية بغوريلا غراس 6 وما يجعل هذه الشاشة تبدو أكبر هو الإطار العلوي النحيف وذلك بفضل الكاميرا المنبثقة التي تعمل بشكل سريع حتى أثناء تعرف على الوجه بدون أي تأخير جودة الشاشة جيدة والصور تظهر بشكل حاد مع لون أسود عميق وكما هو متوقع مع شاشات الأموليد والألوان ساطعة ولكن ما أشوف أنها دقيقة والسطوع بقوة 500 نت وهذا يعني أنه تحت أشعة الشمس المباشرة ممكن أنه تصعب قراءة بعض النصوص وعند غلق الهاتف تتوفر عندنا الالويز اون ديسبلي ولكن للأسف فقط يتم عرض الساعة ولا يتم عرض الإشعارات مستشعر البصمة موجود في هذا الهاتف أسفل الشاشة وفتح الهاتف سريع جدا وعلى عكس هاتف رينو الرايد ما تتوفر عندنا مكبرات استيريو فقط يتوفر عندنا مكبر صوتي وحيد موجود أسفل الهاتف وفي أسفل الهاتف يتوفر عندنا منفذ الثلاثة ونص والمرحب به دائما مع منفذ شاحن من نوع USB-C هاتف الرينو 2 يوفر مساحة تخزين بحجم 256 جيجا بايت قابلة للتوسع من خلال منفذ الشرائح المزدوج وواجهة التشغيل في هذا الهاتف هي ColorOS 6.1 المبني فوق نظام أندرويد باي وتجربة الواجهة قريبة جدا للأندرويد الخام مع توفر درج تطبيقات ومن التطبيقات المفيدة أيضا في هاتف رينو تطبيق تحليل الفيديو المسمى Solo الذي يقدم مميزات جميلة للمنتاج وأيضا تطبيق Game Space الذي يوفر لك خيارات لرفع الأداء في الألعاب ويتوفر مع هاتف الأوبورينا 2 معالج Snapdragon 730G والمدعوم بذاكرة بحجم 8 جيجا بايت والأداء مع هذا المعالج الأحدث لم نلحظ فيه أي تأخير أو أي مشاكل مع أغلب الألعاب ويتوفر أيضا عندنا هنا بطارية بحجم 4000 ميلي أمبير رح تكون كفيلة بالصمود لأكثر من يوم وأيضا يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 20 واط من خلال الفوك فلاش تشارج اللي تقدم أوبو بنسخته الثلاثة واللي يقدم لك خلال نصف ساعة شحن 40% الكاميرات الموجودة في هاتف أوبورينا 2 هي أبرز ما يميزه وعندنا كاميرا أساسية بقدرة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F1.7 وتوفر مثبت بصري ثم يليها كاميرا بقدرة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 للتقريب بعدين عندنا كاميرا بقدرة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F2.2 للتصوير العريض تقدم أيضا تركيز القاي أو الأوتوفوكس وأخيرا تتوفر عندنا كاميرا أحادية لون مخصصة للبورتريا بقدرة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F2.4 الصورة الملتقطة بالكاميرا الأساسية هي بحجم 12 ميجا بيكسل وهي ممتازة وحيث أنها تقدم لك الكثير من التفاصيل والألوان فيها دقيقة والتباين أيضا جيد وعندنا المدى الديناميكي فيها عريض ومعالجة الصور متوازنة بالمقدار المناسب من الحدة وعلى عكس جهاز رينو الرائد ما رح نحصل على قدرة تقريب 10 إكس ولكن عندنا تقريب بقدرة 2 إكس يقدم أداء جيد بصورة وتفاصيل واضحة ومدى الديناميكي مقبول وحتى مع تقريب الـ 5 إكس النتائج أيضا لا بأس بها لكن رح نحصل على صور أكثر نعومة الصور في الكاميرا العريضة أيضا جيدة ولكن نحس أنها ناعمة زيادة عن اللزوم وبمدى الديناميكي أقل شوي من الكاميرتين السابقتين وبما أن هذه الكاميرا توفر تركيز تلقائي أكيد أنه يمكن استخدامها لتصوير الماكرو وجودة الصور الملتقدة من خلال التصوير بنظام الماكرو أشوف أنها جميلة صور الـ Portrait بالكاميرا الأساسية تقدم أداء ممتاز مماثل لما هو موجود في الهواتف الرائدة وفي الإضاءة المنخفضة قدم هذا الهاتف أداء متميز وعلى الرغم من وجود بعض التشويش إلا أن يشوف أن الأداء مقارب جدا لما ستحصل عليه من أي هاتف رائد وأيضا يتوفر عند النظام تصوير الليلي سيقدم لنا أداء ممتاز لرفع التعريض وتقديم صور أكثر وضوح وبواجهة عام الأداء في التصوير الليلي أعجبني الكاميرا المابية بقدرة 16 ميجا بيكسل وتقدم لنا أداء ممتاز بنسبة تركيز أو فوكس ثابت بحيث أنه في الصور الملتقدة سنحصل على الكثير من التفاصيل وستكون الصورة حادة بشكل كامل من ناحية الفيديو نستطيع أن نصور بدقة 4K بعد 30 إطار على الكاميرا الأساسية وعلى الكاميرا العريضة ونظام التثبيت البصري رح يعمل بشكل دائم ويمكن التصوير بدقة 1080 بعدد 60 إطار وأيضا عندنا خاصية التثبيت البصري وبالنسبة لجودة الألوان في الكاميرا الأمامية وفي الكاميرا الرئيسة أشوف أنها جميلة جدا إلا أنه في الكاميرا الأمامية ما عجبني خيار العزل لما نزوده فوق 60% هاتف أوبورينو يقدم تصميم جذاب وشاشة كاملة بدون ناتش وعمر بطارية مع أداء ثابت ومصفوفة كاميرات من الفئة الرائدة على الأمام وعلى الخلف ولو كانت هناك سلبيات فأبرزها هو عدم مقاومة هذا الهاتف للماء ونظام التثبيت البصري يجب أنه في بعض الأحيان ما يعمل بالشكل المطلوب وبسعر ما بين 1900 إلى 2000 ريال أعتقد أنه لازم أنك أنت تفكر قبل ما تشتري هذا الهاتف فحب أعرف أراءكم هل فعلا يستحق هذا الهاتف الاقتناء أو لا؟ شاركونا بتعليقاتكم وأراءكم أسفل هذا الفيديو في قسم التعليقات وإذا كان عندكم أي استفسارات أيضا شاركونا فيها دائما وابدا لا تنسوا نشترك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا وإذا عجبك هذا الفيديو تمنى أنك تعطينا لايك كان معاكم أخوكم بندر السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر